صباح الخير عليكم. هناخد قراءة سريعة لبرج الميزان لشهر نوفمبر. ايه النصايح او البشرات او الانذارات اللي ممكن نقولها لبرج ايه الميزان عن شهر. ايتوف رافيال اللي هو ايتوف كابس there is something better better waiting for you do what you know is right for you ايتوف كابس في التاروت. واضح جدا يبرج الميزان انت الفترة اللي فاتت كنت في حالة تشوش عاطفي قوية جدا. ممكن تكون يا برج الميزان كنتش عارف الطريق اللي مفروض تاخده في العواطف. لسه يعني ممكن يكون انت قدامك اختيارات كتير بس انت نفسك اللي مش عارف تختار اني اختيار. ممكن تكون كنت بتتساءل اسئلة من نوعية انا اصلا عايز ايه في الشرك حياتي. انا اصلا يعني ايه معنا ايه ان انا احب. ممكن يكون كان عندك اسئلة وجودية تخص المشاعر والعلاقات العاطفية بورج الميزان. ولكن في شهر 11 هتنتهي. ايتوف رفايل شايفك يا بورج الميزان بتبدي عن مرحلة كبيرة جدا اه وطويلة من التشوش العاطفي من المشاعر السلبية اللي كنت بتركز فيها ومش بتخدمك. اه مش شرط تكون هنا ما بقول عاطفية مش معنا ان كده انا بقول عن العلاقات. لا. عاطفية ونفسية يعني. انت نفسك بينك وبن نفسك يا ميزان ممكن تكون كانت افكارك عن نفسك سلبية. اه اللي بتعملها في حياتك. العادات اللي بتعملها في حياتك بتدرك عاطفيا ونفسيا. فانا شايفك يا بورج الميزان بتخرج من المرحلة دي لمرحلة افضل في شهر نوفمبر دي بشارة. 5 of irl. ومعيها 70 of swords. اه. you don't need to go through current challenge alone. طيب الزبط ده احنا نكون بتكلم فيه واضح يا برج الميزان انك خارج من المرحلة افكارك انت سلبية بتمر باحساس بالوحدة باحساس بالتشتت باحساس انك مش انك انك لوحدك يا برج الميزان على قد ما انت اللي مختار تبقى لوحدك مختار ان انا هعمل ده الوحدي انا قدر اعمل ده الوحدي انا مش محتاج حد الطاقة دي برج الميزان الملايكة بتقولك انت مش محتاج تعمل كده سواء بني ادمين او وما حواليك وبيساعدوك طول الوقت غالبا من التحذيرات اي برج ميزان في شهر 11 هيمضي عقود هيعمل اتفاقات فيها ورق هيعود اعداد يعتمد فيها حسم الامور على الكلام والوعود لازم تاخدوا بالكو جدا يا برج الميزان لان انت وقتها ممكن تكونوا معرضين لخدعة عشان كده لازم لازم لو هتمدوا اي اوراق لو هتعملوا اي حاجة اه ليه علاقة بان شخص هيقنعكم بالكلام او هتعتمدوا على كلمة حد لازم تبقوا حذرين جدا واخدين ضماناتكو كاملة طيب اي تاني نقول لبرج الميزان عن شهر نوفمبر طبعا مش مش دي الارايات الوحيدة اللي عملها لشهر نوفمبر هنعمل ارايات مختلفة عطسية ومادية وكده احنا بصد ناخد رسائل عامة للشهر دلوقت اي تاني تانو في جابريل يا يا ميزان واضح يا ميزان الفترة اللي فاتت كانت صعبة قوي يعني كل الكروت عملة تقول لك يا برج الميزان ask for help ask for help ليه طاقة انا مش محتاج حد انا هشيل كل حاجة الوحدي انا هعمل كل حاجة الوحدي الطاقة دي الملايكة بتقول لك يا برج الميزان ما تاخدهاش معاك وانت داخل نوفمبر لو انت مش هستطلب مساعدة من بني قدمين اه صلوا اعملوا ميديتيشن كتير اه توسطوا مع ال spirit guides بتاعكم مش لازم تيجي على نفسك كتير يا برج الميزان حتى لو الحاجات اللي انت جي على نفسك هي تخصك لوحدك يعني ممكن تخلو مساعدة من حد وانت بعد كده تساعدوا بحاجة تانية وهكذا اي تاني نقوله البرج الميزان كل ده الحد دلوقتي نصايح وتحذرات عايزين الاولانية كانت بشرة نفسياس عايزين بشرة عاطفية او ماليا بليز زمون نصيحة برضو واضح يا برج الميزان ان الدنيا عندك محتاجة تتقفل الاول اه اوكي شايفك يا برج الميزان الفترة اللي فاتت وجهت مخاوف كتير بالنسبة لك كانت مستحيل انك تقدر تواجهها بس انت وجهتها انا شايفة ان دي بشرة انك انت يا برج الميزان ما بقيتش بتخاف زي الاول ما بقاش جواك نفس مشاعر الخوف ناحية نفس الحاجات اللي عادة بتخاف منها يمكن اهم حاجة شايفها في دول انك ما بقيتش بتخاف يا برج الميزان تبقى لوحدك يمكن دي كانت من اكبر مخاوفك شايفك يا برج الميزان خارج من شهر عشرة بل خارج من سايكل حوالي 16 سنة كنت عايش فيها حرفيا مع الخوف وجيت فجأة في 34 شهور فاتوا واجهت كل ما خوفك وانتصرت عليها فاكيد يبقى في حصاد لدي برج الميزان اكيد The Empress بالضبط كارت من كروة الحصاد ده اللي انا بقوله ده اللي انا بقوله قبل ما ينزل اوكي Time to open your plans كارت Empress ده كارت البدايات الجديدة كارت الشخص اللي داخل على مرحلة كأنه بيتولد من جديد انت بالكروة اللي انا شايفها فوق برج الميزان انت تعبت كتير انت واب روك تانية في الفترة اللي فاتت اعتقد منها السرطان والحمل كانوا بيمروا بسايكل صعبة جدا لمدة 16 سنة في برج كمان بس مش فاكرة بس انت You did the job يعني انت تمام يا برج الميزان يعني ناس كتير جدا من برج الميزان اللي يبقى بيسمعوا الرسالة دي فعلا فعلا خرجوا من مرحلة صعبة لمرحلة افضل بكتير كارت Empress من احلى الكروة اللي في التروت كارت البدايات الجديدة كارت الوفرة لو انت يا برج الميزان الصعب اللي كنت بتواجهها دي في العلاقات العاطفية هتبدأ علاقة عاطفية جديدة افضل احلى ممكن تبني اسرة لو هي في الشغل وبقالك في الشغل فترة طويلة مش محقق نفسك هتدخل في مرحلة هتلاقي الابريشيشن من الاخرين هتلاقي التقدير هتلاقي النجاح لو انت يا برج الميزان المشكلة دي مشكلة فلوس مش مش شغل هتتحل برضو الفكرة انك انت يا برج الميزان قدت فترة من الريليس وتحرير الطاقة السلبية واعادة بناء قوية جدا لفترة طويلة فالكون كأنه بيكفأك ببداية جديدة بولادك جديدة بحياة جديدة انا سعيدة جدا ان احنا قفلنا القرية بامبريس حقيقة اتمنى لك شعر سعيد يا برج الميزان الفكرة